اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الثور في منزلة الدبران وهي سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد فيها أما بالنسبة لوجود القمر لما بيكون في الثور في هاي الفترة نشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وكل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأنه ما نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكن شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أو مع العائلة أما بالنسبة للزوايا الفلكية فاليوم لدينا زاويتين فلكيات أول زاوية رح تكون اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة 6 و 6 دقائق بتوقيت جرينيتش مساء يعني بعد الحلقة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منها ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية بطيئة زاوية التربيع سلبية أي بين الزهرة ونبتن وهاي عادة إلها تقريبا يعني بحدود فترة الأسبوعين موجودة الزاوية هاي لأنه كان يتقدم الزهرة وبعدين يتراجع فظل مشكل الزاوية هاي زاوية التربيع وراح يظل مستمر في تشكيل هاي الزاوية كمان لمدة أسبوع وبعدين رح ترجع مرة ثانية نفس الزاوية هاي رح تتشكل في الأسبوع القادمة بس أنه الآن هي ذروتها اللي هي خلال بكرة إن شاء الله هي سلبية رح تكون في تمام الساعة 11 ودقيقتين مساء بما أنه ساعة 11 ودقيقتين مساء معناته تأثيرها ما رح يكون علينا إحنا يعني ما رح يكون على منطقة الشرق الأوسط أكثر هي رح تكون على الدول الأوروبية أكثر من عندنا إحنا فشان هيك هاي يعني إلها تأثيرات بتأثر علينا ولكن على بعض الأشخاص مش على الكل بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية وممكن تتعكر صفونا هسا في هاي الفترة بما أنه أنا حكيت أنه هي مش على منطقة الشرق الأوسط الدول الأوروبية بتكثر في هاي الفترة عندهم وقضايا اللي إلها علاقة بالتحرش الجنسي أو التحرش بأطفال أو الاغتصاب أو الأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لخلو المسار القادم بما أنه القمر موجود في الثور معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 22.05 رح يكون في تمام الساعة 8 صباحا ورح يستمر لغاية الساعة 1.35 دقيقة عصرا لا ينتقل بعدها القمر لا برج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 28 يوم في تمام الساعة 1.54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره 29 يوم نسبة الإضاءة 10% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 26 المزاج منتحس القمر في الثور حتى 22.05 المزاج ممتزج عطارد في الجوزاء حتى يوم 28.05 المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 25.06 المزاج منتحس المريخ في الحوت حتى يوم 28.06 المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجح حتى يوم 12.09 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجح حتى يوم 1.07 بعدين بيرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15.08 مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى يوم 23.06 مزاجه سعيد بلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة بتدخل تحسين على ميزانيتكم بتعالج استحقاق مالي أهمش انك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم بالنسبة للمزاج عندك ونفسيتك هي روتينية على حسب طبيعتك بتكون يعني لا فيها إيجابية ولا فيها سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد مثل ما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثالث برضو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات والنقاشات والإقناع والتعاون مع أخ أو جار وبرضو بكثر اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو التجارة المحلية ممكن يحققوا نتائج ممتازة اللي عندهم امتحنات برضو بكون اليوم ممتاز لهم ممكن يدموا امتحان بشكل جيد ولكن أنا لأنه تراجع كواكب كثير موجودة بقول أنه ما تعتمدوا على الحظ بدكوا تعتمدوا على دراستكم أكثر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت يعني تقريبا الأمور هدية في نوع من أنواع التآلف أو الصفاء داخل البيت صحيح أنه بيكون في بعض المشاحنات ولكن لا تذكر فممكن تتجاوزها منكم ممكن ينشغل في بعض الأعطال المنزلية أو الاهتمامات المنزلية أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور يعني تقريبا العاطفة بنحكي ضاغطها شوي ممكن طاقة سلبية ممكن بتتذكروا أشخاص غادروا الدنيا ممكن تتعاطف مع موقف معين فتذرف الدموع خلال هذا اليوم أو تندمج في مسألة عاطفية فهيك تتحسس منها في منكم ممكن يصير فيه سوء تفاهم بينه وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد بيدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكم ممكن يشتغل بملف صحة يعني إلو علاقة بالمشتريات أو مراجعة طبية أو مراقبة لسحته أما بالنسبة للبيت السابع يعني على مستوى بيت الشراك المالية والعاطفية تقريبا روتيني ولكن في ساعة الظهر بتكتحذروا من سوء تفاهم بصير بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة يعني ما بين الأزواج ممكن تحتدوا بتصرف معين أو يعني سوء تفاهم على مسألة معينة يصير فيه نوع من أنواع الخلاف أو الجدال أما بالنسبة للبيت الثامن بيت الأموال المشتركة فهو روتيني كمان ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبعضكم ممكن يهتم ببعض الديون أو المسائل الحسابية أو يعني مراجعة بنوك مراجعة عادية أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في مسائل إلها علاقة بالاستراد بالتصدير بالتفقد أشخاص خارج البلاد أوراق قانونية امتحانات جامعية كلها تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة شيئا ما فبس بنقول لكم إنه إذا في عندكو إشي ضروري كمقابلة أو امتحان بدكو تستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فالأمور جيدة فممكن اليوم اللي بيشتغلوا على مستوى شركات كبيرة ينجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن ينجزوا عمل كان صعب إنهم ينجزوا بالفترة الماضية وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأمور ضاغطة شوي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو النفور من صديق معين أو من أحد المعرفة أو العلاقات بسبب فضوله أو تدخله أو سوء تصرف بشيء ممكن إنه يستفزك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور ضاغطة فعشان هيك بنقول لك برضو يعني حاول إنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول إنك أنت يعني تكون حذر من أشخاص ممكن يستغيبوك أو ينموا عليك أو إنهم يتدخلوا في شؤون حياتك وبرضو في نفس اللحظة بدك يتراقب غذائك ووضعك الصحي برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي ممكن تتحسن المعنويات بشكل ملموس وتنطلق في ورش جديدة وممكن تتشجع حتى لمواجهة يعني كانت بالفترة الماضية صعبة ممكن تمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة بتنتصر على كثير من الاعتبارات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي برضو الأمور جيدة بتدعمك فممكن اليوم يعني يصير فيه فرصة لدعم مالي أو ممكن من عمل إضافي هبة مساعدة تحصيل أموال بتعود لك يعني كلها أمور جائزة أما بالنسبة للبيت الثالث برضو بيدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وعلى مستوى النشاط اليومي عندك نشاط عالي جدا ممكن تنجز كثير من الأشياء اليومية في منك رح يهتم بمسائل إلها علاقة بالنقاشات أو أمور إلها علاقة في مؤتمر أو بحث معين أو درس معين مثلا واللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور ضاغطة بتسبب لك نوع من أنواع التوتر يعني ممكن تنرفز من مسألة معينة حد يتدخل في شؤونك تتحسس من موقف معين تكثر الأعطال والمسؤوليات عليك في البيت يكون فيه عليك التزام عالي جدا خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة يعني كله هذا ممكن أي شيء منه يكون متوقع خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فهو تمام جيد جدا بيدعمك على المستوى العاطفي ممكن يعمل نوع من أنواع الحوار العاطفي ما بينك وبين الحبيب أو لقاء معين أو تفكر اليوم في تغيير يعني بنوع من أنواع المرح الدخله هيك على حياتك أو على المحيط لا إلك ممكن تهتمه في أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد برضو بيدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكه رح يهتم بمسائل إلها علاقة إما بمراجعة الطبيب أو ببعض الأدوية أو مراقبة صحته أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية فشايف فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر بصير بين ساعات الظهر والعصر فممكن خلاف أو تحسس من موقف معين ما بينك وبين الشريك أو خلاف وجهات النظر أو اختلاف على إدارة مسألة معينة هاي بتنطبق على شركاء المال وعلى الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على مستوى الأموال المشتركة أهم شيء نكون تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بدعمك شوية مش كثير على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد الاهتمام بمناسبة معينة ممكن أوراق قانونية معاملات دراسة لغة جديدة النقاشات الهلاقة بالدين بالفلسفة اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم ركزوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحظوظ أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى بيت السمعة يعني بيدعمك بشكل جيد ممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات على مستوى العمل وممكن يكون عندك أكثر من لقاء اليوم وفيه منكو رح يصير فيه إلو التماس أو اختلاط مباشر ما بينه بين زملاء في العمل أو رؤساء في العمل لحل موضوع حساس أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فالأمور جيدة يعني بتدعم من علاقتك بالتواصل مع الأصدقاء أو حوار أو دعوة أو حفلة أو مناسبة أشياء من هذا القبيل كلها بتكون إن شاء الله إيجابية أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا روتينية فعشان هيك بيقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ما تخلي الأعمال تتراكم عندك استغل الفرصة وبرضو في نفس اللحظة إذا حابب إنك تدخل في برنامج غذائي أو تراقب تأخذ مكملات غذائية أو اتراجع طبيب لمسألة معينة الأمور جيدة برج الجوزاء طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عندكم لسه الأمور ما وصلت ل تقريبا تصير إيجابية يوم الغد تقريبا بصير خلو المسار والانتقال وشغلات زي هيك يعني بتتحسن الأمور أحسن بس هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ما توقع على عقد وما تبدأ بعمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الضوضاء ما تقرر على شي عشان ما يخيب أملك تعتبر هاي الفترة هي من أسوأ الفترات دائما خلال هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الأول فبما إنه بيت المتاعب ضاغط ما بيعني إنه البيت الأول رح يكون ضاغط فعشان هيك بكون متقلب البيت الأول في النفسية ممكن اليوم يعني لحظات تكون مبسوط منزعج مضغوط عندك أعمال كثيرة عندك هموم نفسيا متقلب كثير بتصير فعشان هيك بدك تحذر إنه ما تخلي عصبيتك تظهر على الساحة وتعملك بعض الخلافات أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة يعني على مستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو أموال بتستحقها أنت أو مستردات مالية أو أمور إلها علاقة بالدعم أو بالهدايا أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو على مستوى التنقلات والاتصالات والنقاشات ولكن برضو إحنا بنقول لك إنه حاول إنك ما تندفع كثير وما تتهور عشان ما يصير معك لا سمح الله حادث أو شيء طارئ اللي عنده امتحان برضو بده يدرس ويستعد بشكل جيد حاول تمسك عصبيتك في لحظات معينة يعني ما تعصب كثير أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت يعني تقريبا استقرت الأمور يعني فيه نوع من أنواع التفاهم أو التجاذب ما بينك وبين أفراد العائلة أو أنت رح تتعامل معهم بشكل روتيني عشان تبعد عن المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأمور جيدة فممكن اليوم أنت تتواصل مع الحبيب أو يصير فيه عندك يعني فكرة هيك أو حابب أنك تغير الجو أو تنطلق فيه مسألة يعني لها علاقة بخروجه بتغيير جو بترفيه أشياء من هذا القبيل على أساس أنه ما تضل مضغوط أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى العمل والصحة يعني بتقدر تنجز أعمالك اليوم ما بتخليها تتراكم عندك وفيه منك رح يهتم بملف صحي أو مراجعة طبية أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الحدية أثناء التعامل مع شركاء المال والعاطفة فممكن تسبب لك نوع من أنواع التوتر أو سوء تفاهم أو حدية في الطباع أثناء تعاملك مع شريك العاطف خصوصا لهم الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فما فيه لا إيجابي ولا سلبي ولكن حاول أنك تقلل من مصاريفك لأنه في الأجواء اللي زي هيك دائما الواحد بندفع للمشتريات وخصوصا المشتريات الغير ضرورية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى يعني الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق العلاقة بإقامة أوراق قانونية معاملات امتحانات جامعية كلها هاي أو حتى النقاشات السياسية برضو الأمور هاي كلها بتكثر خلال هذا اليوم ولكن لا تعتمدوا على الحظوظ أهم إشي وأثناء تنقلاتكم بتكونوا تديروا بالكم من التهور والسرعة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط على مستوى بيت السمعة فعشان هيك منقولك دير بالك من التأخر عن دوامك ما فيه داعي للحدية أثناء التعامل مع زملائك في العمل أو رؤساك بالعمل وحاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الأصدقاء برضو فيه نوع من أنواع التوتر يعني يا إما ما في حل وسط يا إما علاقتك مع أصدقائك مية في المية ممتازة وبتتفاهمه مع بعض يا إما خلاف وبتحاول أنك تتجنب أصدقائك بالفترة هاي أو بتحتد بتصرفاتك بسبب فضولهم أو تدخلهم في شؤن حياتك أما بالنسبة للبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات تسعد اليوم للقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته أهم شيء أنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف أو تأييد لتحركاتك ممكن تفرح بدعم جهة ما خصوصا أحد الأصدقاء أو المعارف وممكن برضو يكون اليوم عندك لقاءات أو تعاون متبادل أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور على المستوى النفسي أحسن اليوم يعني مشحونة بطاقة إيجابية أكثر من الأيام الماضية يعني ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال وتكون ملفت للأنظار أو لانتباه الجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني يعني شوية هذا بدك تدير بالك من الأمور الأموال وخصوصا أنه بتكثر فيه المصاريف أو الدفعات أو المشتريات الغير ضرورية أو ممكن تلتزم في بعض الأموال أنت بغنى عن هذا الالتزام بدون دراسة لازم تدرسه يابل ما تلتزم فيه على أساس أنه ما يصير عباء عليك صحيح أنه فيه منك رح يحصل بعض الأموال اللي بتعود له أو من عمل إضافي ولكن المصاريف أنا شايفها أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم برضو نفس الإشي بتقدر اليوم تتحرك نشيط عنده قدرة على الإقناع سرعة بديهتك عالية برضو اللي عنده امتحان اليوم بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ وفيه منك رح يصير فيه بينه وبين أخ أو جار تعاون أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور يعني تقريبا جيدة شيئا ما على مستوى البيت أهدا من الأيام الماضية فممكن هيتحقق لك بعض المعادلات البيتية أو المنزلية أو مع أفراد العائلة تكون ممتازة ممكن يصير فيه تقارب في وجهات النظر ممكن تحلوا مسألة معلية يعني كانت عالقة بالفترة الماضية وممكن تهتم في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالصيانة بالترتيب بالمشتريات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي متقلب المزاج ما بين روتيني إيجابي روتيني سلبي يعني بظلها يتتقلب الأمور فعشان هيك ما بنحذر على هذا اليوم حاول أنك ما تتحسس عساس أنه ما يصير فيه خلاف ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن اليوم يعني يكون فيه اهتمام لموضوع صحي ولكن أنا بنصحك أنك تنجز قد ما بتقدر من الأعمال ما تخليها تتراكم عليك لأنه برضو زي ما حكينا أنه بكرة بصير خلو مسار والقمر رح ينتقل للجوزاء معناته لبيت متاعبك في الفترة القادمة رح تكون ضاغطة عليك أما بالنسبة لبيت الشراكي بيتك السابع فتقريبا الأمور أحسن شوي ولكن بدك تحذر في فترة بين الظهر والعصر من سوء تفاهم أو تحسس من موقف معين فيسبب ردة فعل يعني تعمل نوع من أنواع المشاكل ما بينك أو سوء التفاهم ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور جيدة على مستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات أو الأمور اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أو مستردات مالية أو تجد حتى شيء كنت فقده بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فتقريبا الأمور جيدة بتدعمك بقوة خلال هذا اليوم فممكن اليوم يعني هيك تحقق بعض الإنجازات أو الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تهتم بأمور إلها علاقة بأوراق بتعتمد إما قانونية أو معاملات سفر أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك بشكل قوي وبرضه بتعزز يعني من الأشخاص اللي بيشتغلوا في المؤسسات الكبيرة ممكن ينجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينه وبين زميل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك بقوة وممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات المهمة اللي إلها علاقة بالصحة أو راقابة الصحة أو الأشياء اللي من هذا القبيل وفي منك ممكن اليوم ينجز بعض الأمور يعني المهمة اللي كان صعب أنه ينجزها بالفترة الماضية برج الأسد يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل عليه بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين أهمش أنك ما تتذمر من كثرة الأعباء أو الضغوط صحيح أن الفترة هاي بتحمل ضغوط كبيرة لكنها فترة مهمة ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك سيطر على أعصابك قدر الإمكان حتى لو شعرت بالإنزعاج أما بالنسبة للبيت الأول فالمستوى النفسي اليوم متقلب عندك ما بين إيجابي وما بين روتيني يعني نفسيا شوي متعكر عندك في نوع من أنواع الضغوط أو الالتزامات الكثيرة أو مخك هيك مشتت في أكثر من موضوع مع بعض أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي فممكن اليوم تحصل على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو هباء أو مساعدة أو دعم أو أشياء من هذا القبيل ولكن برضو عندك مصاريف زيادة والتزامات زيادة حاول أنك ترتب جدول المصاريف بتاعك الضروري أهم من الأشياء المشضرورية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور برضو ممتازة على مستوى التنقلات والاتصالات دعميتك في عندك يعني اللي عنده مناقش اليوم برضو رح يبدع فيها اللي عنده أمور بالتسويق بدي يسويق لسلعة معينة لأمور معينة برضو جيدة بتدعمك بقوة اللي عنده امتحانات برضو اليوم رح يقدم بشكل جيد وخصوصا اللي بالمرحلة الابتدائية والأساسية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأمور أحسن من الأيام الماضية يعني صحيح أنه في فترة الظهر ممكن هيك يصير فيه أشياء أو العصر يعني خلاف بسيط أو سوء تفاهم أو عطل منزلي معين أو اهتمام في مسألة منزلية وترك شوي ولكن سهل جدا أنك أنت تجاوزها وتشحن حالك بطاقة إيجابية كأنه الأمر ما صار لو صار أي خلاف أمامك بينك وبين أفراد العائلة اتجنب الوضع بدون ما تحتد وتعصب أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية على المستوى العاطفي ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني تواصلك اهتماماتك بالحبيب على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور برضو جيدة على مستوى بيت العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض الأمور الصحية إليك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور ضاغط عليك على مستوى بيت الشراكة ما زالت الأجواء ما بينك وبين الشريك فيها نوع من أنواع التوتر يعني إما من سبب تحسسك أنت أو من تقصيرك أنت أو من مزاج الشريك أو الزوج يعني ممكن هو مضوط شوي فالفترة هاي تكون صعبة عليكم أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور برضو فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الأموال المشتركة فعشان هيك ممكن يكون فيه نوع من أنواع الالتزام أو فواتير أو حسابات تهتم فيها أكثر وفيه منك رح يهتم بأمور إلى علاقة بمصرف أو تحويل مالي أو أمور إلى علاقة بالضريبة أو بالتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ممكن أنك أنت تهتم ببعض الأوراق أو المعاملات القانونية ممكن تكثر عندك الدراسة أو تركز على موضوع معينة تحاول أن تعمله هيك دراسة وتحليل وأمر فلسفي ديني سياسي رياضي أي إشي من هاي الأمور حتى لو لغة جديدة أو ثقافي جديدة أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات أما بالنسبة لبيتك 11 يعني الأمور تقريبا نقدر نحكي جيدة بالتعامل مع الأصدقاء صحيح أنه أنت بالفترة هاي بتشعر شوي أنك أنت بعيد أو بتحاول أنك تبعد شوي عن الأضواء يعني فيه أشياء في رأسك بتحاول أنك تركز عليها أكثر يعني تعاملك بتخليه على اللي هم من نخبة العلاقة تاعتك أو الأصدقاء المميزين جدا أما بالنسبة لبيتك 12 فالأمور جيدة بالنسبة لبيت المتاعب فهذا بسندك وبالدعمك أكثر ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك برتب لمساء القادمة رح ينجح فيها وفي منك ممكن اليوم يهتم بشؤون صحية إلو أو لأحد الأحبة برج العدراء بيصلكم خبر من بعيد ممكن تنجحوا في أمور أو أوراق أو معاملات إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بشكل كبير هذا اليوم بتعود لإمساك بزمام الأمور أكثر هاي فترة إيجابية جدا بيسهل من خلال هالحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب أحد الأشخاص معك يعني الفترة هاي جيدة حاول أنك تستغلها بكل إيجابيتها أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة على المستوى النفسي أنت اليوم مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا حاول تستثمر هاي الفترة بإنجاز بعض الأعمال أو المهام الضرورية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور ممتازة برضو على المستوى المالي فممكن تحقق بعض الإنجازات أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن من عمل إضافي مستردات أمور إلها علاقة بالدعم هدية أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنه تقللوا من مصاريفكم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات وعلى مستوى الحوار والنقاش على مستوى الدراسة برضو ممتازة جدا سرعة بديهتك عالية عندك فكر نشط جدا خلال هذا اليوم بس إذا عندك امتحانات حاول أنك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت تقريبا استقرت الأمور في نوع من أنواع التفاهم أو الهدوء النسبي على مستوى البيت بعمل نوع من أنواع التوازن ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن تهتم ببعض الأمور الروتينية زي أعمال منزلية أو صيانة أو مشتريات أو اهتمامات عائلية بتكون بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس برضو المستوى العاطفي عندك جيد ممكن هذا الإشي برضو يدعم من علاقتك العاطفية أو يخليك اليوم تفكر بشيء له علاقة بتغيير الجو أو تغيير المزاج أما بالنسبة للبيت السادس هو هذا بدي أنبهك منه لأنه بضغط عليك بشكل كبير على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فعشان هيك بدك تنجز الأعمال الضرورية والمهم اليوم حاول ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وفي نفس اللحظة بدك تتراقب وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي المالي والعاطفي متقلب خلال هذا اليوم هو روتيني ولكن أنه بتصير فيه نوع من أنواع الحدية ممكن تنرفزك أو تعصبك أو حتى أنه يعني ما تكون مثل ما أنت كنت متوقع فهي اللي تستفزك فحاول ما تخليها تأثر عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثامن يعني برضو على مستوى البيت الثامن ممكن تهتم في أمور بنكية أو معاملات أو حسابات أو أشياء من هذا القبيل لكن دير بالك من مخالفة القوانين ودير بالك برضو أنك تدخل في أي شيء مشبوه وحاول أنك ترتب أوراقك بشكل قانوني أما بالنسبة للبيت التاسع هو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر جيد على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل وفي منكم ممكن ينجز بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأعمال المهمة ولكن دير بالك برضو من مخالفة القوانين أما بالنسبة لبيتك 11 يعني الأمور يعني تقريبا نقدر نحكي إيجابية بتدعمك بعلاقة أو بصديق معين أو بمعرفة ممكن تستغلها لإنجاز بعض الأمور خلال هذا اليوم وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو أحد الأصدقاء يتفقدك اليوم يعني من فترة ما اتصل معاك أو ما حاول أنه يحكي معاك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور متقلب اليوم فعشان هيك بنرجع بنقول لك إنجز العمال الضرورية حاول أنك تراقب وضعك الصحي راقب غذائك بشكل جيد إذا من الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة حاول أنك تأخذ دواء العلاج بالوقت المناسب وركز أثناء أخذ العلاج على أساس أنه ما تخربط أو يتزيد يتنقص من الكمية برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلغو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية سارع لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن يتخلى أو تتخلى عن مطلب أو عن خطوة خلال هذا اليوم اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل بمعاملة أو بأوراق أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور تقريبا روتينية على المستوى النفسي يعني تقريبا الأمور مش ماشي مثل ما بدك يعني هو آخر يوم وتقريبا بعديها الأمور بتصير تتحسن إن شاء الله بس ينتقل القمر للجوزاء يعني بتنشحن بطاقة أكثر وأحسن وبتعوض لك هاي الفترة أما بالنسبة للمستوى النفسي فأنا شايف الأمور يعني روتينية وإلا أنه برضو ممكن يتقلب عندك المزاج أو الحدية في فترة ما بين الظهر والعصر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على مستوى الأمور المالية ممكن تحقق بعض الإنجازات المالية خلال هذا اليوم ممكن تحقق بعض المكاسب تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بغلب عليك الصرف اليوم عندك قدرة على الصرف عالي جدا أما بالنسبة للبيت الثالث جيدة على مستوى النقاشات والاتصالات والمواصلات والتنقلات وحتى على مستوى الدراسي اللي عنده امتحان مدرسي بده يركز بشكل جيد ما يعتمد على الحظوظ أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت برضو الأمور جيدة في نوع من أنواع التفاهم أو يعني الاندماج ما بينك وبين أفراد الأسرة في يعني أخبار جيدة ممكن أعمال جيدة ممكن اهتمامات ببعض المسائل يعني بتكون ممتازة خلال هذا اليوم في تعاون ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو على المستوى العاطفي حاج جدا فعشان هيك ممكن تتوتر بسبب معرفة معينة أو علاقة عاطفية أو ممكن خلاف ما بينك وبين أحد الأحبة أو تتوتر أو تنزعج بسبب أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور تقريبا مثل جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الأمور الصحية وفي منك رح ينشغل في أمور إلها علاقة بإنجاز بعض الملفات أو الأمور العملية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور تقريبا يعني روتينية ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن بين الظهر والعصر ممكن يصير فيه خلاف أو سوء تفاهم أو حساسية معينة أثناء تعاملك مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفي يعني بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت التاسع جيد على مستوى الاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو المراسلات في منك رح يهي اليوم يكثر عنده النقاش أو بحث معين العلاقة بالدين بالسياسة بالأمور اللي زي هيك فهي بتكثر النقاشات عندكم في هاي المسائل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى يعني الأمور اللي إلها علاقة بالمعارف بالعلاقات على مستوى العمل زملاء العمل ممكن تنجز بعض المعاملات اليوم تكون صعبة مثلا اليوم تهتم في ملف أو معاملة معينة تنجزها اليوم ممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميلك أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 ما بينك وبين الأصدقاء يعني شوي لسه الأمور متقلبة بين إيجابي وبين سلبي فهذا يعني شوي بخلي بعض الأصدقاء إيجابية تعاملك معهم وجزء منهم بخليه نوع من أنواع السلبية يعني ممكن تحتد من تصرف بعض الأصدقاء أو من صديق معين أو تنتقده لسوء إدارته مثلا أو لتعامله معك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد يعني بيدعمك في كثير من المسائل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة يعني بأشياء إلها بالصحة رقابة الصحة أشياء من هذا القبيل برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بيطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكتكم اتجنب الإنفعالات اللي ممكن تخفي عداوة لا سيما مع إدارة الإدارة أو مع المسؤولين بحذرك من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنك خاسر الخسم في الفترة هاي دائما بيكون أقوى منك لأنه القمر موجود مقابلك مباشرة فهذا شوي بضعف من طاقتك فعشان هيك بدك تدير بالك طاقتك ضعيفة وبدك تدير بالك على وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على حسب طبيعتكم تتعاملوا بالنسبة للبيت الثاني جيد على مستوى الأمور المالية ممكن تحصل على بعض الأموال أو دعم أو عمل إضافي أو أشياء لها علاقة براتب أشياء من هذا القبيل ولكن تكثر المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد يعني بدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والجمعات والتنقلات والاتصالات والامتحانات حتى الامتحانات المدرسية بتكون جيدة بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الرابع ما زالت أمور البيت هي اللي ضغطة فعشان هيك بتتوتر من مسألة لها علاقة بالبيت أو من أحد أفراد العائلة أو نقاش معين عائلي شوي ممكن يستفزك أو كثرة الأعباء ممكن هي اللي تكون حمل عليك بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس وستوى العاطفي بين روتيني وبين جيد متقلب خلال هذا اليوم فعشان هيك في لحظات بتكون عاطفي زيادة وفي لحظات بترجع لطبيعتك ما في ولا أي شيء لا زيادة ولا نقصان أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة برقابة صحية برنامج صحي بشعر بتوعوك معين هيك بده يدير بالو أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن جيد بيدعمك فعشان هيك ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم اللي إلها علاقة في البنوك بالمصارف بأشياء من هذا القبيل وممكن برضو تهتم ببحث عن إشي أنت كنت فاقده بالفترة الماضية أو دين كنت مدينه لأشخاص تحاول أنك تسترده بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة بتدعمك برضو على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو بالجهات الحكومية أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف الأمور برضو جيدة بتدعمك على مستوى مكان العمل فممكن تنجز بعض العمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل أو مع رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو الأمور الجيدة بتتقرب بوجهة النظر ما بينك وبين الأصدقاء أو المعارف وممكن تتفاجأ اليوم باتصال صديق أو أنت تتصل في صديق تتفقده أو تطمئن عليه أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا متقلبة عشان هيك منقول لك دير بالك أنه إنجز الأعمال الضرورية ما تجهد حالك كثير حاول أنك أنت تراقب غذائك وراحتك وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة برج القوس رغم تراكم العمل أنتم قادرين على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهي وما يعني يعني من المستحسن أنك تبدأ عملك باكر وممكن أنك هيك يعني تحصل على بعض النتائج المرضية فترة مثمرة وسعيدة على مستوى العمل ولكن مستوى الصحي شوي بكون متقلب ممكن تتلقى نتائج لجهودك السابقة وتنطلق في مرحلة جديدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور متقلبة برضو على الصعيد النفسي ما زالت الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع الضغط أو مشحون أنت ببعض السلبية حاول قدر الإمكان أنك ما تستسلم لهذه الطاقة السلبية إيش عن حالك بطاقة إيجابية عشان تطلع من هذا الجو أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي فممكن أنت اليوم تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو ممكن من عمل زيادة ممكن تحصل على أموال هبة مساعدة دعم أموال أنت بتستحقها وممكن برضو يصير في عندك نوع من أنواع كثرة المصاريف خلال هذا اليوم ده كتدير بالك أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأمور حادة على مستوى النقاشات مزاجك صعب متعكر عصبي عندك نوع من أنواع الحدية النقاشاتك مش تابتة يعني من مش قادر تثبت أنت معلوماتك بشكل جيد فعشان يك ممكن تعصب أكثر ما أنت يتناقش الموضوع الإيجابي اللي عنده تنقلات بده ينتبهها أثناء القيادة واللي عنده امتحانات بده يتروى ويدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التوتر يعني من أفراد أفراد العائلة أو من سوء تصرف أو التزامات زيادة أو أعمال منزلية مرهقة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم تتعاملوا بالنسبة للبيت السادس يعني الأمور جيدة بتدعمك مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات ومن حذرك زي ما حذرنا في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة فبيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك وممكن يعني شوي تعذر بعض في مسائل معينة وممكن يكون فيه تلاقي أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور جيدة ممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية اللي إلها علاقة في بنك تعمين ضريبة أمور إلها علاقة بالتزامات أشياء من هذا القبيل كلها أمور ممكن تنجزها بشكل جيد إذا ابتعدت عن العصبية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور تقريبا روتينية على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أوراق سفر أو معاملات قانونية أشياء هذه على حسب طبيعتك اليوم تتحرك أو على حسب طبيعة حياتك وشغلك بتكون هذه التحركات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة تدعمك على مستوى بيت الصمعة فممكن تنجز بعض الأعمال المهمة والضرورية خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني يا بزميل بالعمل يا رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط والتوتر ممكن سوء تفاهم أو يعني تصرف سيء من أحد الأصدقاء يزعجك أو يستفزك أما بالنسبة لبيت المتاعب يعني روتيني فعشان يكبر نقول لك يعني حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية ما ترهق حالك كثير راقب غذائك بشكل جيد وراقب راحتك بشكل جيد وما تزعج حالك كثير يعني الأمور بتنحل إن شاء الله بسلاسة في الأيام القادمة برج الجدي طبعا اليوم بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني أهمش أنك ما تتردد في التعبير عن عواطفك حاول تكريس مزيد من الوقت للأحباء بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك أما بالنسبة للبيت الأول في الأمور جيدة على المستوى النفسي اليوم أنت أحسن نفسيتك مرتاحة أكثر عندك قدرة على تغيير مزاجك بسرعة هائلة جدا أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور تقريبا على المستوى المالي ما زالت الأمور المالية ضاغطة عليك بتشكل لك نوع من أنواع التوتر إما أنه التزامات زيادة أو مصاريف زيادة أو أعباء مالية زيادة حاول أنك تبعد بس عن المصاريف والمشتريات لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث الأمور جيدة على مستوى النقاشات والتنقلات وعلى مستوى الإقناع برضو عندك سرعة عالية جدا أو قدرة عالية على الإقناع اللي عندهم امتحانات اليوم بدهم يديروا بالهم بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظوظ وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون أو التعامل ما بينك وبين أخ أو جر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور تقريبا على مستوى يعني بيت البيت شوي مرهق مزعج في بعض التوترات أو العصبية أو الحدية من تصرف أحد أفراد العائلة أو مشكلة معينة بتأرقك أو ممكن يصير بعض الأعطال أو الأعباء المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس جيد فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح ينشغل في أمور أو بملف أو بمراجعة الطبيب أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي يعني الأمور حادة فبدك تدير بالك أثناء نقاش ما بينك وبين الشركاء شركاء المال أو العاطفي يعني الأزواج يعني ما يصير تحسوس أو عصبية أو حدية في موقف أو من موقف معين أو من قرار معين أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إلا منك قلة ممكن يصير لهم اليوم يعني زيارة لمصرف لبنك لصراف لشؤون قانونية مثلا تأمين أمور من هذا القبيل يعني أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق إلا علاقة بالسفر أو معاملات أو إقامة أو حتى امتحانات أو اهتمام بالثقافة أو لغة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور برضو جيدة على مستوى بيت السمعة يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن تهتم ودفع عن سمعتك بشكل جيد إلا أنه ممكن تعصب في ساعات الظهر أو تخطئ خطأ معين ممكن هذا الخطأ يعني يعمل تشويه للسمعة دير بالك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط أو التوتر فهي يعني ممكن تعمل لك نوع من أنواع أنك هيك تنزعج من تصرف صديق أو أحد الأشخاص من المعارف يحاول يدخل في شؤون حياتك أو يفتي في شيء هو مش فاهم فيه فإيحاء هذا الأمر ممكن أنه يزعجك كوي وترك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد فعشان هيك بتقدروا تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم بمسألة إلها علاقة بالتغذية أو الغذاء أو مشتريات أغذية أو أشياء من هذا القبيل يعني تسوق من هذا القبيل وفي منك رح يهتم بإشيئة إلها علاقة بالصحة برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية ممكن تنشغل بمسألة عائلية أهمش أنك ما تترك أحد يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات ما تضخم الأمور يعني اليوم يمكن تكون هيك مرهف الحس متوتر بسبب قلق من مسألة معينة يعني ممكن الفترة هاي يكون فيها ارتباط بشخص معين أو وعكة صحية لأحد الأشخاص إلك أو لأحد الأشخاص اللي بيعزوا عليك أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور ضاغطة على المستوى النفسي عشان هيك ما نقول مرهف الحس بتكون حساسة زيادة عن اللزوم بالنسبة للبيت الثاني الأمور تقريبا جيدة بتحصل بعض الأمور المالية أو بتهتم ببعض المسائل المالية في منكم ممكن يحصل أمور مالية بتجي من عمل إضافي أو هبة أو مساعدة أو نوع من أنواع الدعم أو مستحقات لإلوه أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والتنقلات والاتصالات والامتحانات المدرسية يعني كلها هاي الاهتمامات بالسيارات بالتليفونات كلها هاي أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس البيت العاطفي جيد بيدعمك على المستوى العاطفي بعمل تقارب ما بينك وبين الأحبة وممكن اليوم تهتم في مسألة لأحد الأحبة أو الأشخاص اللي بيعزوا عليك أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم بمسألة صحية إلو أو لا أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور متقلبة على مستوى بيت الشراكة ما بين إيجابي سلبي روتيني فعشانيك بدك تدير بالك من التحسس في بعض الأوقات أنك تتحسس من الشريك وصير خلاف ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن الأمور جيدة برضو على مستوى الأمور البنكية الأمور الحسابية الحسابات التزامات ديون أمور ضريبة تأمين هاي كلها أمور جيدة اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فاتصالاتك لبعيدة بتكون على حسب طبيعتها في منكم ممكن يسمع خبر من بعيد يزعجوه من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور يعني جيد على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل بالنسبة للبيت 11 برضو الأمور بينك وبين الأصدقاء جيدة فهذا الإشي بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو ممكن تنحل مشكلة معينة أو تتعاون أنت وصديق لحل مسألة معينة أما بالنسبة للبيت المتاعب فهو جيد بيدعمك في إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة وبرضو في اهتمام بصحتك أو مراجعة الطبيب أو فحص طبي اليوم تطلع نتيجته وتكون إيجابية برج الحوت بتنشطوا اليوم في الدراسة وفي السفر في الاتصالات السفر طبعا القصير اللي هي التنقلات ما بين المدن بالاتصالات باهتمام بأمور العلاقة بسيارة بتليفون يوم مناسب للخروج في نزهة أو لقاء أشخاص ممكن يكون في تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أم إشي أنك تحافظ على الموضوعية والهدوء والرصانة حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وتتمتع بسرعة الخاطر وقوة الأفكار والأعذار تتمتع بالدنماكية والحركة والحماسة أما بالنسبة للبيت الأول فالنفسية أحسن اليوم مشحون بطاقة إيجابية أكثر يعني بتحاول أنك تختلط في مجتمعك أو بالمجتمع أو بالناس المحيطة لإلك كثير اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى الأمور المالية فممكن اليوم تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك أو كراتب أو دعم معين أو من عمل إضافي يجيك نوع من أنواع الدعم وفي منك رح يحصل على هدية أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني الأمور البيتية شوي أحسن من الأيام الماضية يعني بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تنزعج لانتقاد بعض أفراد العائلة أو أحد أفراد العائلة لا إلك ممكن بعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية تصير عندك اليوم ولكن بتنجزها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطف الأمور جيدة فممكن يصير فيه تواصل ما بينك وبين الحبيب أو اللقاء أو أمور إلى علاقة بالنشاط الفكري أو الفني أو الأمور بهذا المعنى يعني أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور ضاغطة على المستوى العمل والصحة فعشان هيك حاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تخليها تتراكم عندك وفي نفس اللحظة يعني بدك تنتبه إلى صحتك أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي ممتاز فهذا بدعم بعلاقتك ما بين الشريك مال أو عاطفي أو ما بين الأزواج وبعمل تقارب ما بينهم ممكن تتراجع أنت أو الشريك عن قرار سابق وتعملوا نوع من أنواع الاتفاقية لا حل مشكلة كانت بالماضي اليوم تحاولوا تحلوها أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن حاول أنك تقلل وتنتبه من مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع يعني اتصالاتك الخارجية محصورة مع أشخاص معينين أو أنت بتعرفهم اطمئنان تفقد أشياء من هذا القبيل أو مراسلات يعني نوع من أنواع العمل الاجتماعي زي كل عام أنتم بخير كيف صحتكم نتطمن عليكم أشياء من هذا القبيل فقط أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة فممكن اليوم يعني تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة على مستوى العمل ممكن تدعم من مكانتك العملية أكثر ممكن تنجز شيء كان صعب بالفترة الماضية أنك تنجزه يعني وتحقق من وراء شغلات ممتازة ممكن تدافع عن سمعتك وبرضو يعني ما تسمح لحد أنه يدخل فيه شؤونك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأمور تقريبا برضو جيدة وقوية جدا اليوم فممكن تتواصل مع أحد الأصدقاء أو يساعدك في مسألة معينة أو يصير حوار يعني لأجل أنك تستشيره أو يستشيرك في مسألة معينة بس أهم شيء أنك ما تحاول تدخل فيه شؤون أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور تقريبا جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفيه منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بصحته أو صحة أحد ما عارفه أو أقاربه أو أحبائه أو أمور إلها علاقة بالتغذية والراحة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء